أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مبادرة صناعية مصر تعد من أهم المبادرات التقافية التي أطلقتها الدولة في الآونة الأخيرة جاء ذلك خلال التقرير الذي طلقه رئيس الوزراء بشأن تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من المبادرة حيث أكد رئيس الوزراء أنها تستهدف بشكل رئيسي تأصيل الهوية المصرية والحفاظ على ملامحها وموروطاتها الإبداعية الفريدة كما تهدف المبادرة إلى الحفاظ على الحرف التراثية وحمايتها من الاندثار فضلا عن تدريب كوادر جديدة من الشباب ليصبحوا قادرين على إتقان ممارسة تلك الحرف بكفاءة عالية